مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة جدة تأتي في إطار السياسة الخارجية المصرية تجاه المنطقة العربية التي تستند إلى عدة مرتكزات تتلخص في ارتباط الأمن القومي المصري والعربي ارتباطا وثيقا فعلى مدار التاريخ لعبت مصر دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها البغرفي ودورها التاريخي على مدار التاريخ لعبت مصر دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخية ولأن السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات في المنطقة العربية تستند إلى عدة مرتكزات تتلخص في ارتباط الأمن القومي المصري والعربي ارتباطا وثيقا تأتي مشاركة مصر في القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها السعودية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل إيمان الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الارتباط المصري الخليجي تمثل العلاقات المصرية الخليجية نمطا فريدا ونموذجا جيدا للعلاقات التعاونية والتفاعلية على مستوى الوطن العربي والتي تتسم بالنمو على كافة الأصعادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تمثل كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق والأردن مراكز قوى أساسية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وقد لعب كل منها أدوار محورية في تاريخ المنطقة وتشكيل توازناتها كذلك تقوم العلاقات المصرية الأمريكية على التشاور والحوار الاستراتيجي المستمر وقد ارتبطت مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات وثيقة استمرت على مدى العقود الأربع الماضية وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائما في كافة قضايا المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والعراق واليمن ومكافحة الإرهاب هي إذن قمة تأتي في ظل ظروف عالمية بالغة الأهمية والحساسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية لتمثل فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة بالقمة ترجمة نانسي قنقر